هل طلبات السيد الصدر تعجيزية إلى الحد الذي لا يمكن حلها وبالتالي نحتاج نصا سماويا أو مبعوثا من السماء لكي يحل هذه الأزمة لا طبعا لا هي ليست بذاك التعقيد وليست بذاك الضرر في التفاوض ولكن من الذي يكون مستعدا للتنازل من أجل أن نصل إلى منطقة توفيقية للحل وإذا ما استمر الحال على هذا الوضع القوى السياسية ومناصرها والمقربين من عدها عدها أموال وعدها واردات وعدها فلوس وعدها الله يرزقها ما يكفيها لكن من بحال هذا الشعب الآن أنا أحمل من؟ نحمل التيار نحمل الإطار نحمل الأكراد نحمل العرب نحمل السنة فيما يجري أنه بلد بلا حكومة وبلا صلاحيات وبلا موازنات وبلا أموال وبلا كل شيء وياما ويالي تقول لي يقول لك أنا الذي كنت وأنا الذي لازلت على حق القوى السياسية لا تستحي من هذا المشهد تشتغل بالأمنيات وتشتغل تراهن على الزمن وعلى المجهول أنتوا شايفين حال الناس إلى أي مدى وصل تدرون لو ما تدرون بالناس يطلع لك واحد يقول لك نعم أدري إحنا ولد الناس إحنا عايشين بنص الناس لا والله يا بات وما عايشين بنص الناس وأنت لو أهمكم مصلحة الناس والله إلا وجدتم حلولا باتر بس ماكو واحد يريد يضيح حكومة بيها منافع وبيها فلوس يقول لك أنا باتر إذا روح إلى انتخابات مبكرة أمني أن يجيب فلوس الانتخابات وعلى قولة ذاكر يقول أنا صرافتن بعدني ما رجعتين وإذا فاز فلان علي أنتوا عدكم حسابات لمصالحكم حسابات الوطن مؤجلة مؤجلة